مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من دردشة مع فنجان قهوة أو فنجان شيء أخضر أنا بشرب شيء أخضر اليوم في ناس يا بنات سبحان الله يعني بناخد منهم طاقة مش معقولة وهم يعني بس مجرد أنهم بس بيشاركونا أشياء بسيطة بيعملوها في اليوم هم ما بيعرفوا قدية تأثير اللي بيكون بيعملوه علينا عنجد أنا من أكتر الناس اللي بحبهم عنجد ومبسوطة كتير إنها هلأ نشيطة كتير على السنابشات بتابعها كل يوم بفتح السنابشات بس عشان أدور عليها وأشوف إذا كانت بنزل إشي أو لا واليوم اللي ما بنزل في شيء أنا يعني عنجد بحزن أو بكتئ بيك اسمها أكيد كلكم تعرفوها هالا الكاظم هي أمو لأنس بوخش اللي عنده بودكاست برنامج بيجيب لقاءات مع ممثلين وناس مشهيري يعني بشكل كل المجالات هالا الكاظم تفتح السنابشات بقولكم هي ما بتأت أنا باخد منها طاقة أنا مش عارفة من وين يعني هي لما تفتح السنابشات بتفرج يومياتها عادي ممكن بتطبخ هديك المرة كانت بتعمل مربة مربة مش مش ومربة تشكيلة مش مش مع باشن فروت مع تشكيلة توت بس عملة مربيات وأنا تفرجت عليها عد الفيديو هذا مليون ألف مرة ما بعرف أنا في السنابشات ما أعتقد مش مثل اليوتيوب تقدروا تحفظوا الفيديو وترجعوا تشوفوه مرة تانية السنابشات لما تشوفي الفيديو خلص ما بتقدري تحفظيه يمكن في طريقة واحد يقدر يحفظه فيها بس أنا مش كتير شاطرة أنا ما عندي وقت يعني بتفرج على الإشي وبضلني ماشي يعني أحيانا بتروح بتكون يعني اليوميات اللي بشاركنا ياها بتاخد الكاميرا وبتطلع بتمشي الصبح يعني بتمشي وعشرين دقيقة بتمشي وبعدين تدخل جوا البيت عملالها جيم جوا البيت بتتمرن تلاتين دقيقة وبعدين تعود بتشرب فنجان القهوة وبتفطر ونظامها رهيب رهيب إنسانة حلوة حلوة مقبلة عالحياة بسيطة أنا بحب الناس اللي ما إلهم دخل في الناس التانين بس مركزين في حياتهم مركزين إنهم يهتموا في صحتهم يطوروا من نفسهم يحبوا الناس اللي حواليهم كانت مرة كمان في المطبخ بتعمل تخبز خبز بتعمل عجين وبتخبز فبتقول ابني بحب النوع هذا من الخبز ونوع وشكل تاني زادت فيه إشي يعني وزي كأنه الصنفلاور سيدز والبزر والبذور هاي وبتقول وزوجي بحب النوع هذا من الخبز فيعني ست ناجحة عاملة حمدها نشاطات كتير في المجتمع ومع ذلك يعني ست بيت رقم واحد بتعمل أشياء بتوقف في المطبخ يعني ينيا للناس اللي عايشين معها في البيت أهلها زوجها وابنها وولادها المتزوجين بيجوا بيطلوا عليها وبيزوروها يعني واحدة مثل هاي أنا أنا بتمنى إنه كلنا يا بنات كلنا عن جد سيبوكم من الإيل والقال سيبوكم من النميمة وسبوكم من الكرة واحدة لابسة مش بزي لبسك واحدة بتحكي مش بطريقتك واحدة مش أسلوب حياتك بس يعني هي عايشة حياتها ومبسوطة بتتمنى إلك الخير وتتمنى إنك تعيشي حياة سعيدة بطريقتك كيف ما أنت حابة تعيشيها وكل واحدة فينا بتعرف إيش تدخل أشياء في حياتها تخليها أحلى حياة في الدنيا بس الشغلة هو أن الواحد يكون مقتنع باللي عنده راضي باللي عنده وبحب الناس بمختلف أشكالهم مش شرط نكون كلنا شبه بعض عشان نحب بعض كل واحد كيف ما هو عايش حياته المهم يكون مبسوط فيها أنا بتمنى إنه كلنا نكون مثل هالة القاضم أنا مش عارفة إسمها هالة قاضم ولا القاضم بالألف واللام ما بعرف صلحولي بشوفها كل يوم وبقرأ إسمها كل يوم بس أنا عندي يعني أنتوا عارفيني هلأ منيح أنا عندي مشكلة في الأسامي عن جد شفت هذيك المرة يا بنات لقاء صاحبة السعادة سعاد يونس جايب اللقاء مع ياسمين عبدالعزيز كتير حبيت اللقاء وقاموا وطبقوا وباكوا وضحكوا كتير حلو كان بس مش عارفة مش رح أحكي يعني أنا بس بدي أستعين بالمقطع من اللقاء ده عشان أحكي عن نفسي مش رح أحكي عن ممثلين بوعدكم سألتها سعاد يونس سألت ياسمين عبدالعزيز عن يعني طلاقها من ما بعرف شو اسمه جوزة بس ممثل مشهور كمان فقالت لها أنه يعني طلاقكم وبلشت تبكي ياسمين عبدالعزيز ومتأثرة وبتقول يعني يعني هو أكبر وأعظم حب في حياتي ولا يمكن أحب مثله ولا يعني لا قبله ولا بعده زي ما بقوله فأنا يعني أنا استغربت بصراحة قلت لو أنا ويعني بحب شخص بالطريقة هاي هلأ ممكن يصير فيه سوء تفاهم ممكن يصير فيه اختلاف أنا يعني بعد اللقاء هكي بععد بيني وبين نفسي وبعمل رفلكشن وبشوف أنا في الموقف هذا إيش ممكن أعمل يعني أنا الإش الوحيد بس الوحيد ما في غيره اللي لا يمكن أغفر للشخص هذا إله أو أصالحه أو يعني حتى أتطلع فيه بعد هيك الخيانة إنه أخوني غير ما هيك فهي قالت أنا الشغلة ليش قلت لكم هاي الخيانة الإش الوحيد اللي لا يمكن لا يمكن خلص بتنتهي العلاقة وبتنتهي نزوة ما بعرف شو ضعفة ما في مبررات أبدا 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 لأنه أنا أنا يعني متل ما أنا بعاملك لازم تعملني أنا إذا بحبك هل بتتخيل إنه ممكن أتطلع في حدا تاني بس مجرد نظرة أتطلع فما بالك بخيانة يعني فالشغلة هي قالت قالت لها سعاد يونس قالت فيه مشكلة يعني فقالت لها سعاد يونس ممكن يعني ممكن ندخل ونصلح هيك فوقفتها وقالت لها على فكرة مش خيانة مش خيانة الناس اللي بتطلع إشعات وتحكي نو خانها أو شي هي وضحت ويعني أصرت إنه الاختلاف اللي بينهم الخلاف اللي صار مش خيانة فهو إذا كان الخلاف مش خيانة شو ما كان شو ما كان أنا بتهايلي إذا أنا بحب شخص هل قدي وبطريقتها هاي وبكت بكت عليه وهو ما صار لهم يعني منفصلين مدة طويلة يعني يعني إذا أنا مثلا أوكي صار طلع وأنا كنت يعني كان فيه بيننا عشرة وهي ممكن أبكي أبكي مدة قصيرة يعني إنه على كل إشي يعني كان بيننا والعشرة يعني ما بتهون برضو بس بعدين خلص I get over it يعني بس هي لحديت هلأ بتبكي معناته بتحبه وهي وضحتها بشكل كتير صريح إنه لأ هي بتحبه وما زالت بتحبه وما رح تحب غيره فأنا بستغرب إذا واحد بحب واحد هل قدي أو أنا شخصيا إذا بحب حدا هل قدي يعني مهما كانت ممكن ممكن أزعل ممكن زعلت شوية طول ممكن ننفصل مش طلاق انفصال يعني حتى أطلب منه إذا يطلع من البيت يطلع من البيت يروح يعود في قتل يروح يسافر مكاني يطلع يتركني لحالي يعني فترة لأنه حتى لما يكونوا الثنين يعني مختلفين وموجودين لسه في البيت بيكون الجو كله مشحون فحلو إنه واحد فيهم يطلع إذا خافي يطلع يعود في قتل ويخونك لا اطلعي إنتي وليلو أنا بدي إجازة شوي يعني يومين هيك لما أروح فمش غلط اطلع إنتي وحدة من صحباتك إنتي وحدة يعني أو إنتي لحالك إذا بديك تختلي بنفسك احزي في القتل يومين ابعدي عن نجول بيت وقولي له وقولي له أنا محتاجة محتاجة أكون لحالي عشان نرجع نتفاهم ونحكي في الموضوع فبس إنه ما بعرف هي أنا مش عارفة حاسة إنها ندمانة أنا لو كنت مكانها وساعة نزوة هيك أطلب الطلاق ويطلع يركب راسه هو كمان ويطلع وتكون يعني خلص إنه صارت ويعني ما بعرف أنا ما رح يكون في ساعتها إذا فعلا متمسك فيه وبحبه ما رح يكون شغلة كرامة وعزة نفسه لا ما فيها كرامة ممكن أرجع لأقوله إسمع أنا أنا آسفة أنا غلطانة يعني خلص إنه نرجع كل إشي زي ما كان يعني إذا كان بستحق المحاولة هاي بعملها بمنتهى الطيبة والتواضع ما فيش يعني كبرى في هالأشياء هاي بس يعني ما بعرف أنا الحب عندي إشي مقدس جدا إذا بلاقي الشخص اللي فعلا بحبه بكون حريصة إنه مش ما أزعله بكون حريصة إنه أفهمه أفهمه وبتمنى كمان إنه أختار الشخص الصح إنه هو كمان يكون بيفهمني زي ما أنا بفهمه يعني مرح يعني ألخبط المرة هاي وكله بإدربنا يعني بس الواحد إنية والاختيار الصح أكيد بيلعبوا دور كبير في إنه العلاقة تكون صح الدنيا مش وردية دايما أكيد رح يكون في مشاكل هاي أشياء صحية على فكرة ومفيدة و لما يرجع يتصالحه بتأول علاقة أكتر بين الأزواج يعني من هون ومن هون من هالا القادم ليسمين عبدالعزيز والطلاق هذا كان كل شي عندي اليوم يا بنات ما بحب أطول عليكم عشان ما تزهقوا وإن شاء الله بشوفكم يوم الثانين في فيديو جديد وأنا حنان ثابت مثل إنه لكم دايما أبدا أحلى وأمتع لأوقات سهرة سعيدة مع أهلكم وأضوي كانت بجنن مثلكم يلا باي باي